12 يوماً على بدء هجوم قواته الخاطف للسيطرة على طرابلوس هجوم لم يستطع من خلاله تثبيت جميع محاور الاشتباكات التي أرادها فكانت لحكومة الوفاق السبق والغلبة في معايير القوات العسكرية فعلى صعيد المعارك الدائرة منذ أيام في محيط العاصمة طرابلوس أحرزت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً والتشكيلات العسكرية المنضوية تحتها تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور القتال بمحيط المدينة حفتر والذي بدت قواته عاجزة عن تحقيق أي تقدم تجاه مركز العاصمة وفشله في تحقيق أي تقدم يذكر في المواقع الاستراتيجية على خلاف التقدم السريع والذي كان في الأيام الأولى للهجوم يبدو أنه اليوم قد بدأ يعد أحجار سبحة الندم عن تلك الخطوة التي يراها مراقبون بأنها كفيلة بإدخال البلاد في دوامة حرب لن تكون رحمة لا بأهلها ولا باستقرار مظاهر الحكم في البلاد خلف الكواليس يعتقد بأن دولاً حليفة لحفتر تحاول لعب دور من أجل الخروج بحل يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف من دون أن يمس بصورة حفتر بعد أن عجز بالقوة عن حسم المعركة لصالحه حيث تعتزم بريطانيا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو كافة الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار وذلك ما يفسر التوجه الغربي هذا ترجمة نانسي قنقر